بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أزمة السيولة ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل الذي يزداد فيه الطلب على السلع وخاصة المواد الغذائية ما ينتج عنه نوع من الاضطراب في الأسواق وهذا ما خلق هواجس مستمرة للمواطن خوفا من ندرة السلع الضرورية وكذا الزيادة المستمرة في الأسعار لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم الأستاذ الدكتور فوزي محيري وهو أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الشهيد حمال أخضر بالواد وهو متخصص في التحليل الاقتصادي وكذا الاقتصاد الإسلامي وإدارة الأعمال البروفيسور فوزي مرحبا بكم وشكرا على تلبية الدعوة أهلا وسهلا بكم أستاذ الفاضل خليفة وأشكركم على هذه الاستضافة ومن خلالكم كل طاقم الجريدة والقناة التي أتمنى لكم فيها التوفيق والنجاح إن شاء الله إن شاء الله في البداية الأستاذ فوزي في نظريكم كيف تضطرب الأسواق وكيف تستقر؟ هل من الضروري على الدولة أنها تتدخل لتنظيم الأسواق والأسعار أم أن هذه الأسواق سوف تتوازن لوحدها عن طريق قانون العرض والطلب؟ صحيح سؤال مهم وهو متعلق بالسوق أو بالأسواق بشكل عام السوق أستاذ خليفة تلتقي فيه قوتين قوة قوة العرض والتي من ورائها المنتج وقوة الطلب التي من ورائها المستهلك اقتصاديا قبل سنة 1929 نعود قليلا كان الكلاسيك يعتقدون بأن السوق يتوازن لوحده وعلى الدولة أن تبقى وكأنها بعض الكتاب يقولون بأن الدولة تلعب دور السكرتيرا وكأن الدولة تنظم هي عبارة عن سكرتير لرجل الأعمال بعد أزمة الكساد العالمي وانهيار عديد الاقتصاديات جاء كينز بنظريته الاقتصادية في التحليل الاقتصاد الكلي وأضاف أنه على الدولة أن تتدخل في تنظيم الأسواق ومن بعده من بعد كينز جاء الكثير من العلماء والمفكرين الذين أضافوا كيفية تدخل الدولة وتنظيم الأسواق بالنسبة للسوق أستاذ خليفة إذا تكلمنا عن المستهلك في السوق كطالب كقوة طلب فإن المستهلك يتحكم فيه عنصرين رئيسيين العنصر الأول متعلق بالأجر الأجر النقدي هل الأجر الذي يتقضاه المستهلك بشكل عام يعطي له قدرة وقوة شرائية تمكنه من شراء البضائع المختلفة رقم اثنين الأسعار أسعار السلع والخدمات في ذلك السوق فهل الأسعار متناسبة مع تلك مع ذلك الأجر النقدي الذي نعبر عنه بالقدرة الشرائية إذن كلما كانت الأسعار جيدة في المتناول كلما كان الأجر النقدي مرتفع كلما أصبح من أعبر عنه بالأجر الحقيقي القوة الثانية وسأختم بها حتى لا أطيل القوة الثانية أستاذ وهي المنتج المنتج إذا كان المستهلك يريد شراء سلعة في المتناول وذات جودة عالية فإن المستثمر أو المنتج يريد أن يحقق أرباح ومن ثم فإن كل المصلحتين يجب أن تتوازن فالمنتج يحكمه شيئين الشيء الأول هو المواد الداخلة في عملية الإنتاج والشيء الثاني هو مستوى الأسعار في السوق إذا لاحظت معي بأن مستوى الأسعار مشترك بين المستهلك وبين المستثمر فإذا ارتفع السعر سوف يحترق جيب المستهلك وإذا انخفضت الأسعار سوف يخرج المنتج من السوق وكل الحالتين تعتبر ضرر في الاقتصاد نعم إذن على الدولة بين هذا وذاك على الدولة أن تجعل الطلب بقدرة شرائية تمكن المستهلك أن يعيش عايشا كريما مع ملاحظة في الجزائر هناك بعض الدراسات تشير إلى أنه من 40 ألف إلى 60 ألف يعني من 4 ملايين إلى 6 ملايين حتى يستطيع أن يعيش المواطن الجزائري يعيش كريم لأنه لو نشوفه 20 ألف دينار زوزو ملايين ما تمكنش المستهلك أو المواطن الجزائري أنه يقتني معظم للحاجيات ونفس الشيء كما مطلوب من الدولة أن تحمي المستهلك أيضا مطلوب منها أن تحمي الاستثمار لأنها مسؤولة عن الاقتصاد نعم فعلا الأستاذ فوزي ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم يعني ما هو تقييمكم للأسعار المتواجدة اليوم في الأسواق ملاح سؤال مهم وسؤال السعى بالنسبة للأسعار هو في الحقيقة دائما قبل شهر رمضان يزد الطلب وهو طبيعي في الأسواق فعلا كلما كانت هناك مناسبة وشهر رمضان الكريم الذي بالمناسبة نتمنى أن يحل علينا والجزائر والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله كلما يزيد الطلب في هذه المناسبات المطلوب المطلوب من الدولة تحديدا بكل أجهزتها وما تمريكه أن تضع في حسبانها ازدياد هذا الطلب حتى تجعل الأسواق على الأقل شبه مستقرة لأن من الصعب أن تكون الأسواق مستقرة مئة بالمئة حتى أنني وصفتها بجنون الأسواق لكن على الأقل للدولة أن تقوم بخطوات استباقية من شأنها أن تجعل نوع من الاستقار في السوق إذا تتبعنا بعض الأسعار نبدأ بولاية الواد باعتبار أنها قطب فلاحي بامتياز لما نشوفه أستاذ خليفة مادة المنتج الثوم من 8000 إلى 10000 في أقل من شهر يسقط سقوط حر لما نشوفه على سبيل المثال المادة على البطاطا والتقلبات التاحة لو نروح المادة الآن اللي رهي عليها حديث كبير اللي هي المادة تعزيت بالرغم من أنها مصقفة ومدعمة من طرف الدولة إلا كان فيها إشكال لا يوجد هناك إشكال في الثمن اللي هو 30 دينار بين 57 ألف و60 ألف لكن بالرغم من الهامش البسيط إلا أن هناك إشكالية هناك إشكالية في مسألة التوزيع وبعض الأسباب الأخرى ثم كذلك سعر الدواجن اللي يعتبر زيادة فيه لحقة 84% معناها من 26 ألف 260 دينار رزائري للكيلوغرام أصبح المواطن يجد سعر الدجاج ويتفرج عنه من بعيد بـ 48 ألف في رأيكم يعني بقوا نفس المنتجين ونفس التجار ونفس المواطنين يعني ما هو سبب هذا الصعود الجنوني في سعر الدواجن مليح هو بالنسبة لارتفاع الأسعار تختلف حسب السلعة وحسب الشعبة لكن هناك بعض الأسباب تكاد تكون مشتركة بين معظم التذبذب الذي حصل في هذه السلعة ذكرت الدواجن على سبيل المثال لما نتكلمه على الدواجن مربي الدواجن يحتاج إلى مدخلات هذه المدخلات تتمثل في ماذا؟ في العلف الأعلاف تعلق دجاج وتتمثل في الصيصان لأنه يجيب الصيصان الكاتاكيت ويربيها حوالي من 40 إلى 45 يوم ثم كذلك الأدوية والرعاية الطبية إذن هذه المدخلات لما تكون في العملية الإنتاجية بالنسبة للمربي إذا ارتفعت أسعار أو تكليف هذه المدخلات سوف يرتفع السعر حتميا إذن الآن لما نتكلمه أسود خليفة على الأسباب الحقيقية لارتفاع الدواجن كمادة فإننا نقول الارتفاع الخلفي للموردين بالنسبة لمربي الدجاج هو أحد الأسباب الرئيسية هذا رقم واحد رقم اثنين بعد المربي سوف هناك سلسلة تسويقية من المربي إلى بائع الجملة إلى بائع التجزيع سبعمائة وخمسين ألف معناها سبعمائة وخمسمائة والسوجة اللي لحقت لأرقام خيالية اللي لحقت ألف ومتين دينار معناها مليون ومتين للقنطار صح فكذلك السيصان كذلك حتى السيصان السيصان كانت باع قبل شهرين بثلاثين وربعين دينار أصبحت الآن بمياء أكثر في بعض الدواجة التي اتصلت بها يعني أخبروني بأنهم يشروا الصوص بأربع ترسين ألف معناها مية وربعين دينار إذن هناك عملية هناك مضاربة مع أن الأعلاف هذه التي زاد سعرها متعلقة بسببين الرئيسيين حسب تقديري السبب الأول متعلق بازدياد سعر هذه المواد في السوق العالمية بما يعرفه الجميع من الركود الاقتصادي الحاصل العالمي بسبب كورونا هذا رقم واحد رقم اثنين انخفاض قيمة الدينار له سبب رئيسي ودعني أقول لك بأن وزير الفلاحة يعني صرح بكلمة في الموقع الإلكتروني للوزارة تمنيتها ألا تكون وهي أن قال أن قطاعنا بالأخص استراد السيصان يتميز بالعشوائية صحيح وفيه إشكال الجزائر تستورد خمسين بالمئة من السيصان لكن على وزارة الفلاحة أن تضبط عملية ومسألة الاستراد لأن الاستراد الضبط التاعها أسهل من الأسواق لأن الاستراد متعلق بنقل سلعة من الخارج إلى الداخل والإجراءات الاستراد صعبة كما يعرف الجميع لكن ضبط الأسواق مهوش بالأمر السهل مقارنة بعملية الاستراد طيب أستاذ الآن ولو أني قطعتك تفضل امتقدت عدة أسباب كي يصعد يعني تصعد أسعار الدجاج أو الدواجن يعني هذا الصعود يعني المرتفع جدا نعم في رأيك منه المسؤول الذي يجب أن ينظم أسعار الدواجن كي تعود يعني إلى حالتها الطبيعية أو أكثر قليلا مليح سؤال مهم لو سمحت فقط تكمل لجملة أو جملتين المستثمر المستثمر سلوكه في البحث عن الربح سلوك طبيعي صح فقط يجب أن لا يكون على حساب المستهلك صح المستهلك سلوكه في البحث عن أسعار جيدة وفي المتناول سلوك طبيعي لكن يجب أن لا يكون على حساب المستثمر الآن المربي الآن المربي معروف لدى الجميع أي مستثمر لما يتوقع أن الطلب رايح يزيد وش يدير الأسفة الخليفة؟ يكثر الإنتاج يكثر الإنتاج الآن الذي حصل أنه في الفترة هذه عشر شعبان وبالمناسبة هذا الأمر يحصل قبل كل شهر رمضان تقريبا نعم إذا كان المربي الآن رهو نقص عملية العرض نقص عملية البيع أي رأس مال عنده أي أرباح إضافية رهو شرابها السيصان ويتحسب البيع لشهر رمضان لسببين رقم واحد الطلب مضمون ورقم اثنين احتمال ارتفاع الأسعار لكن الآن هذا السبب لا يحفي الدولة من مسؤولية مهمة وهي ضمنة سؤالكم الشيخ متعلقة بمن هو المسؤول المسؤول هم وزارة الفلاحة بغرفها ودووينها ومجالسها وزارة التجارة بمفتشياتها والأجهزة المشتركة حتى الأملية نعم لأن في عملية قمع الغش يعني تنسق مع الأجهزة المشتركة بشكل عام نعم الشريك الثالث وهي الجمعيات المتعلقة بحماية المستهلك واتحاد التجار قدمتهم مسؤولية في المسألة مباشرة نعم ثم نتكلم عن المستهلك المستهلك كثقافة وما يجب أن يكون عليه في السوق وتحديدا لما نتكلم على يعني حتى أكون دقيقا المسؤول هناك هيئة في وزارة الفلاحة وهي شريك لوزارة الفلاحة وحتى وزارة التجارة هي مسؤولة مسؤولية مباشرة ولها القدرة هي الوظيفة التاحة هذا على تنظيم سوق الدواجن تسمى بالديوان الوطني لتغذية الدواجن والأنعام وكذلك المجلس المهد المشترك لتربية الدواجن هذه الهيئة أو هذا الديوان لوناب المسؤولية تاها أستاذ خليفة أنه ينظم الفائض والانكماش في السوق بمعنى أنه لما يكون كاين فائض يخزن له القدرة على التخزين ولما يكون كاين نقص أو انكماش في السوق لهذه المادة فيقوم بعملية تموين هذه السوق في رأيكم الأستاذ بحكم اختصاصكم الاقتصادي معنى ما هي الحلول المقترحة لتنظيم سوق الدواجن مليح الحلول المقترحة أقول لك بكل دقة مدام أن العلاقة متشابكة في السوق فإن الحلول تكون متشابكة بمعنى أن المسؤولية هي ليست ملقاة على شخص واحد أو جهة واحدة يعني بمعنى أن لما يتكلم مزير التجارة ويقول سوف ننظم سوق الدواجن هو حلقة في سلسلة تتكون من سلسلتين رئيسيتين السلسلة الأولى تتمثل في التوريد والإنتاج بمعنى المنتج قبل أن نذهب لتجر الجملة أو تجر التجزئة أو نقاط البيع والمستهلك عندنا منتج يحتاج إلى مواد أولية داخلة في عملية الإنتاج وكما ذكرت لك الأدوية والصيصان والأعلاف مع الرعاية الطبية هذه السلسلة يجب أن يكون فيها استقرار لماذا؟ حتى نضمن استقرار السلسلة التي بعدها والسلسلة التي بعدها هي سلسلة تسويقية بامتياز بمعنى أن المربي لما يقوم بإنتاج بتربية الدواجن وتكون التكاليف مدروسة ومعقولة فإنه سوف يعرض هذه السلعة على بائع الجملة بأسعار معقولة وهذا هو المنطق تجر الجملة لما تكون أسعار معقولة سوف يزيد هامش ربح صغير ويبيحها لتجر التجزئة تجر التجزئة سوف يبيحها للمستهلك أو نقاط في نقاط البيع المباشرة إذن كل ما يكون هناك خلل قبل أن نتكلم على الحل كل ما يكون هناك خلل بدءا بالإجراءات تاعة الدولة ممثلة في الوزارتين تحديدا المتعلقة بالرسوم تاعة الاستيراد ومتعلقة بالتسقيف ومتعلقة بصرف الدينار ومتعلقة بالإعانات المقدمة للمنتجين أين ذكرتها الأربعة صح قبل ما نتكلم على أي سبب إذن نبدأ بالدولة وهذه الإجراءات الأربعة لأنها هي المسؤولة رقم واحد على الاقتصاد واستقراره ثم نتكلم عن الشركاء اللي هم المضاربين المستوردين الذين يحتاجون إلى توجيه وأحيانا إلى ردع لأن المضارب المستورد إذا كان الدولة رايه تدعم في الأسعار إذا كان الدولة رايه تعفي من الرسوم وهو يقوم بزيادة غير منطقية تماما لأسعار السيصان ولا أسعار العلف إذن يصبح المنتج المربي يصبح ضحية للمضاربة وتصبح الدولة عاجزة عن التحكم في هذا نفس الشيء إذا كان هذه السلسلة الأولى بين عملية الاستيراد وعملية الإنتاج مستقرة والسلسلة الثانية مضطربة إذا كان فيه جشع من طرف تجار الجملة ومضاربة واحتكارات إذا كان فيه جشع ومضاربة من طرف بائع التجزئة إذا كان فيه جشع ومضاربة من طرف نقاط البيع مع ملاحظة نقطة البيع الهامة الشتاحة صغير الأخرى أخر حلقة هي الحلقة الأضعف المستهلك حتى نكون واضحين ثم نقطة البيع الأولى ثم بائع التجزئة ثم الجملة وتبدأ السلسلة تكبر الحلقات السلسلة يعني لا نستطيع أن نحمل المسئولية لتجزئة بنسبة مثلاً 50% ونحمل حلقة أكبر ممثلة في الدولة أو في المستورد المضارب بنسبة 20% فهذا غير معقول أردت أن المواطن يلوم الحلقة الأضعف وهي دكاكين بيع دكاكين وكأنه هو المسئول وهذا غير معقول بينما هو أصلاً ضحية ضحية يعتبر ضحية لك قد يكون شريك حتى نكون واضحين قد يكون شريك قد يستغل يعني الأصل أن النقطة تاعة البيع الأصل أنها مشتربة تاعة 30 دينار لما زادت الأسعار أبقى محافظة على 30 دينار علش أنت تروح تدير 50 دينار لأنها تولي الأسعار مش واضحة واللي كان اقتراب مع حرب الإشاعة إن وجودة فيصبح هناك قد يمارس الجميع في هذه الثلسلة للاستغلال والمضاربة واللي ينتج عنها تحميق هذه الإشكالية بالضبط نعم في المدة الأخيرة يعني وكعلاج لصعود أسعار الدواجن يعني تعالت الكثير من الأصوات وخاصة شباب الفيسبوك بمقاطعة منتوج الدواجن يعني في رأيك ما مدى جدوى هاته المقاطعة وهل صحيح أنها ستساهم في انخفاض أسعار الدواجن؟ مليح لو سمحته أستاذ خليفة بالنسبة للوناب بالدوان الوطني الآن راه يستعد لضخ السوق بما يقارب عشر ألاف قنطار من الدواجن ليش بش يخفف من الحد بالإشكالية راه واقعة مع ملاحظة أتوقع أنه في الأسبوع الأول من رمضان سوف تعود الأسعار إلى 32 ألف يعني 320 دنمار كحد أقصى ليش؟ لأنه لما يزيد العرض سوف تستقر الأسعار بإذن الله مع الدور الذي يلعبه الوناب وهناه ملاحظة الجهود التي تبدلها الدولة ذات باله مهمة لكن قد نختلف مع بعض الجهات أو بعض المسؤولين عن عملية إدارة هذه الشعبة متعلقة بالتوقيت إذا كان كل شعبان يكون هذه الإشكالية علش الحل من درشي في رجب؟ يعني علش نستنى حتى توقع الأزمة ونجي قبل أيام فقط من رمضان ونبدأ نفكر في إخراج لأنها الدجاج المجمد راود باع بي حسب تصريح وزير الفلاحة أنه رايح يبيعوه بـ 28 ألف معناها 280 دينار رايحين يبيعوه الأسعار تاعة الدجاج المجمدة واللي الدولة عندها ما يقارب 67 ألف كنتار كمخزون وهذا الإجراء أستاذ خليفة تم التعامل به في رمضان الماضي وحقق نتيجة لكن دائماً عندنا إشكالية في نتفق في الإجراء لكن توقيت الإجراء وحجم الإجراء مهم جداً وهذا لازم يكون فيه دراسة دقيقة للسوق حتى تعرف الدولة كيف تتدخل اسمح لي أن أجوبتش على السؤال بتاع المقاطعة المقاطعة كما قلت في البداية هي سلوك طبيعي يديرها أي إنسان بلا ما يوجهوه كإحتجاج لا قبل ذلك أصد خليفة أنا كمستهلك لما نروح للسوق نجد حاجة مرتفعة قدرتي ما شخصياً مثلاً شخصياً لا قصدي يعني نستغرب شخصياً لما نروح للسوق نجد مثل الفلفل الحار بـ 50 ألف كان حبسها أسبوع وش يسرى لي ما يسرى لي وكان الفلفل الآخر الطويل اللي نسموه فيه نحنها قرن غزان بربعة شخصناً على هنها لازم نشي هذه السلعة وهذا السلوك لازم يكون في المستهلك هذه من جهة نعم أعود بك يقللنا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه الناس يشكونا غلاء الأسعار وقالوا له سعر لنا يعني حددنا بريفيكسي سقفلنا فقالهم هو أرخصوه فقالوا له نحن أصحاب حاجة ونشكو إليك وتأمرونا بما لا نملكه وهو إرخاص هم ليبيعوا مش نحنين ليبيعوا قال لهم مقولة رائعة تدرس وهي أرخصوه أو أتركوه لهم يعني بالمقاطعة لما أنت تخليه الله بالمقاطعة يعني هو رايح هذا البائع يسقم روحه ويبيع السعر بما يتناسب مع السوق لكن الآن هل كان يعرف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو العادل بأن الذي زاد في السعر للجزار كان قبله وحدين تأعلاف زادوا في السعر ودوروا المضاربة هل يعرف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن الجزار رهوا ضحية لو كان يعرف بأن الجزار ضحية لما خطبهم بهذا الأمر ولتوجه للمضاربين وأوقفهم عند حدهم إذن أردت أن أقول من هذا الكلام بأن المقاطعة في تقديري هي فعل طبيعي في البداية هي فعل طبيعي لكل الناس نعم وجميل أن تكون فينا هذه الثقافة لأن هناك ما يسمى في الاقتصاد بسلع البديلة لما تغلى القهوة نشرب التاي إذا شرب التاي أسبوع ما يستطيع حتى حاجة إذن نستطيع نغير سلع البديلة إلى حين أنها تنخفض الأسعار هذه رقم واحد رقم اثنين المقاطعة تكون أشد إلى من إذا كانت فعل جمعي بمعنى أن المؤسسة الآن في قصة سيدنا عمر ابن الخطاب وهو الذي أمر ولذلك أوجعت الجزارين وخفضوا السعر نعم صح ولا لا لكن الآن لما نتكلموا على اتحاد التجار ولا نتكلموا على جمعيات حماية المستهلك ولا نتكلموا على الجمعيات المسؤولة عن تربية الدواجن أنتم وربي الدواجن لما زيد الأعلاف مكة لا يدير الإنتاج كمل وش عندك ويحتج عليه عليه أنت تخلي كرة الضحرج تخلي الكرة الضحرج من السلسلة الأولى يولي المواطن المسكين الزوالي هو الضحية وهذا غير مقبول تماما ومن ثم فالمقاطعة هي سلوك إيجابي ولو يكون جمعي ومن طرف هيئة رسمية رايح يكون أفضل وأشد علاما وتكون عندنا ثقافة يولي واضح أن كل واحد يضارب راه مصيره الكساب سلعة السوق لماذا؟ لأن السوق مبني على العدالة وليس على الظلم نعم ربما أطنبنا الحديث أستاذ عن السوق الدواجن وربما هو محور كلامنا في هذه الحصة ولكن هناك مواد أخرى أساسية ربما يأتي الدور الآن كذلك راهوا على الزيت ربما يأتي الدور على السكر على السميد على الفريق يعني ما هيش منتهية القضية ما هي الكلمة التي توجهها ونحن على أبواب الشهر رمضان يعني للجمهور حتى يكون مستهلكا حكيما مليح مليح أستاذ خليفة بالنسبة للزيت لعلني أشرت قبل قليل أن الهامش الزيت مثقف للصفيحة تاع خمسة لتر بستين دينار ستمية دينار ستين ألف نعم وتاع ثمين لتر بخمسة وعشرين ألف نعم لحد أقصى معناها نتكلم مش من خروجها من المنتج لا يعني بصولها للمستهلك معناها النتاجر التجزئة لو يبيع بستين ألف وخمسمية يعاقب من طرف المصالح التي جاء بالنسبة ل اثنين لتر خمسة وعشرين ألف وتاع لتر بخمسة وخمسمية الآن راه لتر واحد راه بعشرين ألف صح في سوق الزيوت أستاذ خليفة وبعدين نروح للكلمة هناك خمس متعاملين رئيسيين خمس متعاملين أتدري كم نسبة التغطية تاع الخمسة متعاملين للسوق بنسبة للث مئة بالمئة معناها لو في دورة انتاجية واحدة يكفينا شهر الأول والثاني والثالث صح ما نستحقوش انتاج إلا أنه حصلت المضاربة الذي حصل الأسباب الأولى حتى يعني نكون منطقيين الأسباب الأولى متعلقة بأسعار الصرف وبغلاء المادة الأساسية لإنتاج الزيت في الأسواق العالمية لكن الدولة أخذت على عاتقها تسقيف الأسعار وتغطيت كل ارتفاع من شأنها أن يؤثر على خروج هذه المادة من طرف المنتجين الآن لما الدولة دارت واحدة الإجراء اللي هو متعلق بالفوترة والفوترة المطلوبة شخصيا لو كان هذا الإجراء أو متابعة هذا الإجراء لو كان قبل أو بعد رمضان كان يكون أفضل لما تكون كمناسبة دائما تجنبوا أحيانا الأسواد خليفة بعض الإجراءات تتطلب مننا تأجيلها أو تقديمها بشو تكون أفضل ومن ثم لو كان 300 بالمئة تخيل معي متعامل واحد راهو يغطي السوق نسبة 150 أو 140 بالمئة فلو كان كل مواطن يهز ثلاثة صفائح ما يقعش مشكل في الندرة بمعنى بمعنى أن المواطنين راهو كان يهز عشرات هذه من جهة هذه من جهة وهم الأقل لكن هناك جهات أخرى راهي تضارف في الزيت وراهي تحتكر مؤخرا صرح السيد وزير التجارة بأن 150 ألف لتر من الزيت راهي تم حجزها وعديد التدخلات اللي تقوم بها وزارة التجارة بشكل عام كل هذه الحلقات لابد لها من أخلاق الرأسمالية متوحشة الأرباح المرتفعة لا تعني أنك تسحق الحلقة الأقل منك ويجب على الجميع أن يكون مستثمرين منتجين مستهلكين مسؤولين في الدولة أن يكونوا على مستوى أخلاقة أو اعتماد أخلاقة العمل الإنتاجي والعمل التسويقي والاستهلاك بشكل عام لما نتكلم على المستهلك وإن شاء الله سنتوقعه من خلال الوعود لأن وزير التجارة سرح تستطيع الدولة أن تستورد عشرة بواخر من الزيت إلا أن الاستيراد من شأنه أن يكسر المنتجين وهذا ليس في صلاح الاقتصاد ومن ثم لما يكون هناك نوع من الرشادة الاقتصادية سوى ما تعلق بالإنتاج أو ما تعلق بالاستهلاك أو ما تعلق بالإجراءات التي تقوم بها الدولة هذا من شأنه إن شاء الله أن ندخل شهر رمضان والأسعار إن شاء الله تكون في أفضل حال بإذن الله في الأخير أستاذ والدكتور فوزي محريق نشكركم على تلبيتكم للدعوة وحضوركم معنا اليوم عفوان وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق والسدق إن شاء الله أعزائي المشاهدين في الأخير كنا مع الأستاذ الدكتور فوزي محريق وهذا النقاش الموضوعي والعميق حول مستجدات السوق والارتفاع الجنوني لأسعار أهم المواد الأساسية التي يقتنها المواطن نشكركم على حسن تتبعكم لكم مننا أطيب المناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة